المعركة بين حسام الغمري والإخوان بالتزداد اشتعال وبتكلموا على حسام الغمري لانا جبت مبارح عنه بعض الموضوعات اللي اتكلم فيها على الإخوان وقالوا انه الراجل ده بقى مستوعب وقعدوا يتهموه انه هو على صلة بالنظام في مصر الى اخيره هو النهاردة قال لهم هات يا برايم للتغريدات اللي عندك حسام الغمري هات لتغريداته اللي اتكلم فيها عن المساكين اهو ماشي بيكلم حسام الغمري بيقول سأثبت الان لمن لديه ذرة من عقل مدى ازدواجية فكر الاخوان وخطأ التموضع الذي كان سببا في صعوبات ما زالت تعاني منها الاوطاء بيكلم على انه الاخوان اهو قدام حضرتكم عندهم خلل عقلي بيقول ايه ام تمكرون دوركم في احداث 23 و 52 فكرين يا جماعة لما قلنا انه هم كان لهم دور تخريبي ومحاولة اقتل عبد الناصر اهو واحد منهم بتكلم جميع الحسابات التي تتهمني بعقد صفقة مع النظام لاني بدأت انتقد منهج الاخوان هي نفسها التي هللت لفوز اردوغان واعتبرته ناصرا لاسلام فلو كانت صفقة كما تزعمون فلا عمري ما فعلت غير اني اقتديت بالذي هللتم لنصره الم يعلن تبادل السفارات مع النظام في مصر بمجرد اعلان فوز الم تعلن قطر قبل ايام ترضي بعض قياداتكم ولم تتجرأ احد منكم ان ينطق بكلمة واحدة بيقول ولو كنت اكتب ما يمليه علي ضميري وما هو مستقر في وجداني حبا في الاسلام الذي كنتم سببا في تشويهه وتنفير بعض العامة منه وحبا في الاوطان التي كنتم سببا في ان جميع تصرفات في ضياء ربيعها اليس هذا من سوء الظن ام ان بعض الظن لم يعد اثما في منهجكم امتدح ان جميع تصرفات جماعة الاخوان مبررة لديهم كل حاجة ببروها كما الهمهم حسن البنة الذي لطالما امتدح الملك فاروق في مقالاته ووصف عرشه بالمقدس حين كان يتلقى دعما ماليا من القصر حتى كبرت دعوته ولاحت قوته فخانه وانقلب عليه يعني غير ابراهيم ده كلام حسام الغمري عن حسن البنة وعن جماعة الاخوان بيكلم بيقول مساكين مش قادرين يستوعبوا ان رجلا عاش على مقربة منهم لو يعني فاكتشف زيف فكرتهم وضلال عقيدتهم وميكافلية ممارستهم والله لم اتخذ قرارا حاسما بعد لكشف كارثية هذه الفكرة وخطرها على الاسلام يا رفقاء الفشل اضلكم مسؤولوكم فتهربون كالعادة خلال القاء التهامات التخوين والتشكيك ومحاولة اغتيالة شخصية معنويا دون الرد المقنع والناس شهود ولقد اخطأتم صاحبكم بيكلم عليهم زي ما انتوا شايفين اهو ده كلام لقلهم انتوا ضيحتوا انتوا انتوا عندكم زيف في العقيدة وعندكم ضلال في العقيدة وعندكم ميكافلية هات لي ابراهيم حلم الجزار شوف حلم الجزار بيقول ايه بيقول طب خليني في حسام الغامري بيقول الى الباشا مدير اللي جاني الالكترونية لا حول القوة يا جماعة الناس مش بحصاها معايا ده حد ايه يعني مش قادر اتكلم يعني بيقول الاخوان المسلمين في الاصل لم يخرجوا من المشهد السياسي ليعودوا مئات الالاف من الاخوان بين سجين ومطارد ومهجر واموال وشركات تتم مصادرتها والتحفظ عليها فقط من اجل حرية الشعب المصري وحقه في حياة كريمة الكلمة الاولى والاخيرة للشعب المصري وليس لاحد ان يتحدث نبت عنه انا مش عارف حلم الجزار جاب التنقض ضمنين يعني حلم الجزار فعلا ما يعتقده في داخله عكس هذا الكلام اللي بكتبه بس يبدو انه الرجل لم يعد فيه تركيزه لم يعد الرجل فيه تركيزه هاتلي يا ابن اللي قاله حسام الغامري اخر حاجة الى الباشا مدير اللجان الالكترونية باشا انتو فين وحشتوني صدقني الواحد عرف امتكم لما بدأت اقرى تعليقات لجان الاخوان على الاقل بعض تعليقاتكم كان دمها خفيف لكن تعليقات لجان الاخوان ربنا ما يوري حد بس ما تقلقش يا باشا انا لم ولن ترهبني فكريا اي تعليقات او اتهمات مرضودة على اصحابها والادلة عندي يا باشا كتير بس امان عليك خلي لجانك تيجي تعلق على التغريدة دي علشان افتقدتكم والعشرة متهنش برضو وستدق الماسل اللي قال ما عرفش ايمة مامته الا لعاشر مرتبوه طبعا هو بيرمي على الاخوان بيقول انه انا كنت بتشيتم من بعض اللجان وكانوا بيهجموني بس كان دمهم خفيف لكن الاخوان دمهم سيم واي حد يختلف معهم بيتحول فورا الى هدف الاغتياله المعنوي انا بس مش اطول في الموضوع بتاع الاخوان بس امان لكم ده حسام الغامري اللي اتكلم عن الاخوان بشكل اعتقد انه واحد من اللي انقلبوا على الاخوان ومنهم في وقت حساس انقلب فيه الكثير من الاخوان على بعضهم البعض اللي انقلبوا على الاخوان اللي انقلبوا على الاخوان